أرجع تاني أقول لك أن حياتك بتقول مين هي؟ أولاً اسمي لم يتغير، مش اسمي فني، ده اسمي الحقيقي أنا بفكرك بأنه زمان حصل هجوم، النهاردة بيتقال فين المزيكة الحلوة؟ معه زي ما قلت لحياتك، الهجوم مش من كل الناس بدليل أنه كان لنا مريدينا وكان لنا معجبنا وكان لنا سننا وطريقتنا إيه اللي يخلي الحاجة تبان جودتها؟ إن ما تبقاش جمالها وقتي بتاع الوقت وخلاص ويعدي فتيجي أنت تسمع دلوقتي تقول أنا كنت صغير إلا أنا كنت بسمعه ده وأنا صغير بالعكس تحبه أكتر لما تكمل يعني حياتك بتقول أنا كنت بقرأ كل حاجة وبسمع وأنا في بداية حياتي فلغاية دلوقتي أنت شايف أن اللي كنت بتسمعه وأنت صغير مش غلق حلو ومبهج ومفرح كان ساعات الهجوم يتقال إيه؟ دول جايبين مزيكة من بره وبيقولوا عليها كلام عربي وبيعملواها قاعدة توزيع وليه يعني؟ علشان وقتها كانت دي الموسيقى المعصرة وقتها يعني إيه المعصرة؟ يعني كان نوع من أنواع الموسيقى المختلفة عن الموجودة وقتها وفي الوقت نفسه ده كان نوع من الموسيقى اللي أنا كنت بسمعها وأنا طالبة يعني أنا كنت بسمع نوعية الغنى دي فلما كمان جيت أغنيه ما كانش بعيدة عن الحاجات اللي أنا بحبها وفي الوقت نفسه وقتها ما كانش ينفع أن حد يقتبس أغنية من غير ما يكون واخد تصريح ودافع تمنها بالعملة النقدية بتاعة البلد بتاعة البلد يعني ما ينفعش أن أنا أغنيها بدون تدفع الحقوق آه يعني ما ينفعش تتصري في الكلمة أو أسفة أنها تتسرق ما فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها أنك تاخد ترخيصها وتعمل تصريحها وتدفع تمنها وطبعا ده كان المنتج طريق كاشف وقتها وعملنا تاني تاني اللي هو أول شريط اللي كان فيه تاكسي كان أول فيديو كليف في العالم العربي وقتها لأنه وقتها كنا بنيجي هنا في التلفزيون نصور في صهرة السبت كلنا صهرة لكن مش فيديو كليف صح فده كان أول فيديو كليف في العالم العربي فأنا منحظي الجميل أن عملت موسيقى عصرية عملت أول فيديو كليف في العالم العربي عملت ميرسي بكلم جد كان أول برضو دويتو وهكذا فأنا حظي وتوفيق ربنا وحب الناس هو اللي خلى إن كل الحاجات اللي أنا عملتها في البدايات تبدو إن هي محضرة وكأنها مكتوبة أو مخطط لها يعني